اشتركوا في القناة الساب الأول ان صادق أخويا الله يرحمه الله يرحمك حبيبي كان بيحب البيت ده قوي كان بيرتاح فيه وان الشريف اللي أنا بعتبره زي ابني مش ابن أخويا كبر وطرعرع هنا الحقيقة ان الاتنين كانوا عاشوا أحلى أيام حياتهم في البيت ده الساب التاني قوي حد فيكوا يفتكر انه هياخد نصيب ويمشي لا احنا عيلة واحدة عيلة واحدة اتفضل يا سامير ماشي يا ساميبي انا جلاتي اقولها لتنسبة المراس تبقى للقرار البحكة الورصة الشرعيين هم الاستاذ سامي عبد الرافع البنهوي السيدة جيلانة اسمها طبو الخير والسيدة سامرة عبدو هلال لسه في اسم نقص ايه ده مين دي مين حضرتك واسم مين اللي نقص انا نعمة عبد العال مراد شريفي قلب الله يرحم ايه الهبل ده مين دي دايحة ولا داخل الفيلا غلط انا مش فامع موانا 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 خطي البنتي دي برا ايه يا بيت افاضل يا استاذ ايه انت شريف كم اتجوزك انت انت يا اكيد نصابة حد يقلب لها البوليس ايه يا استاذ سامي ايه خلوه مش متذكرني ولا ايه ولا عامل يعني ان احنا ما تقبلناش قبل كده ولا ما شفتني ايه ده ده انتو تبخينا يا ساوا بقى هيا دي اللعبة الجديدة يا سامي مينجي عيب يا جيجي الكلام رايح احساس البنت ايه يا ايه نعم انت تتجننتي ولا ايه انت مش شريف طلاق شريف طلاق واسمت الطلاق معانا فمن فضلك بمنتهل هدوق كده تفضل يطلعي برا بدل ما امدهلك الناس يطلوقي برا بالعافية ايوا يا سامي بيه اسمت الطلاق فعلي موجودة ايه شايفة؟ يعني ايه الشريف كان متجوز وكلهم خبيين علي؟ انا مستحيل يصدق حاجة زي كده نعم سامي ايه سامي ايه الحكاية؟ او في عيد التعريف هاو عايش تلعب بيه او بتلجوم ولا ايه؟ عيب يا رمز الكلام ده اكيد البت دي نصابة وسامي جايبها ودفع لها عشان يضمن الورث كله الورق ده مزور يا استاذ سامير عيب يا سامر الكلام ده انا مراعي بس ان انت انت ارمالة شريفة حبيب الله الرحمن بس يا جماعة صلوا على البي اه انا مقدش اقزم ابل اذا كان دورك مزورة اللاعدة مجرد صور مش قصور او استاذ سامير وزعتك خلاص خلص اجراءاتك مونة عندها ريعة محبرة نجي اخدت بنتتي برا استاني يا مون ياخت انا جيت بالزوق وعمشي بالزوق وصارا فيكو السلام مونة خلي بالك من نهر شربيها ينسون اشتغل سامير اشتغل موسيقى 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 اهي بردك ما بتردش علي انا قلبي وكني عليها يا إبليس الخلتي مهلست ارد عليك قبل ما تخش قلت لك سيبيها لوحدها سيبيها في اللقية فيه اعذروها يا جماعة اعذروها ايت لها اول ما جاكلت الصرايا بصت لت وعمك نسهد كل حاجة انا برضو اعلان عليها او يا اما يا اخويا كنت سيبت لنا روح معاه اهو برضو اعف دهراء ما قلت لك يا خالتي سيبيها تخش لوحدها الجس نبضوهم ما تنسيش ان سمر ضردت حاجات هنا وشافتها افهموا بقى افهموا بقى الراجل ده الراجل ده اتباعه كبيرة الراجل ده بيخطط وانتو تدفزوا الراجل ده موجود هناك مراسلكم من قبل اعداز هارش الناس دي وفاهمك كويس بس ما يساحش إبليس سيبيها تروح لهم كده لوحدها بطلها قبل كده كانوا مقصرنا ومدخلنا المستشفى ومكادش عايزة منهم حاجة دلوقتي فاهملوا في ايه بقى قولي اعرف ايه معا حاجة الظروف غير الظروف ودخلة غير الدخلة الدخلة المرات تهزة اكدعها عشانا يعني انت بتأكد يا اخويا ان المحامي عامل القاعدة دي كلها عشان توزيع المرس ايه بقى عليك يا خالتي ده انا يا بليس انا اقعد معك هنا اه لتلاقي عين هناك تحب ازعلك الاخبار ما تزيع يا اخويا هلو؟ ايوه ايبليس ايه يا مونة ايه اللي حصل؟ حصل في قلم واجزة في الابتماع يا بيت يا معرقس ويه ايه ده علي حصل شريف بيه تلع متجوز على صمر هاني شريف بيه تلع متجوز معقولة؟ اه ويه اللي حصل تاني حكي؟ مراتو التانية جاتو شكلها كده ايه قوية ومستقوية مستقوية يا بره يا اسمالة ايه بقى؟ بس الجيجة هاني مولدها ازت لها شعرة طردتها كده بره طردت كلاب كلاب يا بنت الكلب لا انا ما اسقطش بليس هو انت في حد بيشتم جنبك؟ بيشتم ايه ما عنديش حد بيشتم انا فيش حد بيشتم خالص ايه يا بيت البيت بيشتم هناك؟ ايوه مشي بقولك يبقى قفل دلوقتي لحسن جيجي هاني ملوجات حطاين عشتي يالله سلام سلام اسطر يا رب يعني حضرتك يا سامي بيه متأكد ان شريف بيه كان متجوز البنت دي وانه طلقها بنفس التاريخ اللي موجود في الاسيمة دي صح؟ ايوه متر طيب يبا احنا كل اللي عملنا دا كله غلط البنت دي اللي هي حق شرع في النراس ولازم تاخده بدون اي مشاكل ولا شرع طالما لسه موجودة في الشور العدة وإلا كده هتوعه تحت المسألة القانونية يعني انا كنت صح لما كنت بقولكو شما ريحي تبرفي يا محاريمي فهدوم شريفة يعني شكوكي كلها طلعت صح يا جيجي يا حبيبتي والله هالعظيم قلبي عندك بس خلاص اللي حصل حصل دلوقتي عايزين نعرف الورثة هيتقسم ازاي كان كل يوم يرجعلي وهو قايب من حضن الكربوعة دي ويجي يتخلق معي انا طب ده هو اللي كان ما بيخلفش مشانه ده انا سبرت عليه طب ليه وازاي بس يا صامر حبيب انا اللي ضغطت عليه بصراحة عشان يطلبه اهول مش شريف بصراحة ما ترددش اللحظ انا مش عايزك تجيب سيرته قدامي انا مش طايع اسمعي اسمه بص الغريبة اهول انه اتجاوز واحدة زي دي شافها فين دي ولا بيلها ازاي ايه اللي عجبه فيه انا مش فاهم يا رامز يعني احنا جايين نحل انا ما تجيش تعقدها يعني مش وقته الكلام ده اهم حاجة بس يا متري يعني عايزين نعرف التركة هتقسم ازاي ابا عادي حضرتك ومدام جيجي نصبكم مش هتقصر اللي هيتقصر نصيب مدام سمر هيتقصر على اتنين يعني هي تاخد خمسين في المئة بس من نصبها والخمسين في المئة التانية هتروح للبنت دي اللي اسمها نعمة عبدالعيل ما عالش يا سمر بقى ده اللي بيقولوا عليه موت وخرب ضيار والله هنا ما بقيت فاهمة حاجة في البيت ده خالص كل يوم في سر جديد انا زي ما كل ما كنتش عايشة هنا ولا عارب حاجة جوا البيت ده الثاني واحدة جمع انا متهيقلي كده بما ان الموضوع في شبهة جناهية والمباحث عمالة قلبة داني عليها والبنت دي فضلت مختفية وما ظهرتش للوقت تقسيم الفلوس يبقى البنت دي من اكتر الناس المشتبه فيهم انا مش بقيت تكون هين اللي مرتبة الحادثة اصلا يا سيدي شكرا على الفاتسي اطلع يا حبيبي نام زي اختي يلا لا ماشي خلاص كل واحد فيكو تطمن على فلوسه مش مهمة اللي حيحصل يا انا صح؟ يا صامر يا جماعة انا بقول لقت من الافضل ان احنا بيدي البنت دي حقها ماشي؟ هيطلع كله كامي يعني ده مابلها بسيط بكل الشرشرة بقى واجع الدماغ اللي انتو فيه ده والله العظيم انا ما بقيت فهم حاجة خالص يعني ازاي الشريف يعمل كده وعشان ايه؟ ليه يعني؟ لا بس السامي تصرف صح لما خلا يطلقها هو صعيه توقيت الوفاة فرق معاها بس انا برضو مش متخيل ازاي بيت زي دي؟ مش لايه اتاكل بكر الصبح هتبقى مليونيري ارزي ما بتردش برضو هترد يا خياتي هتروح فيد وحين الحمدلله طمنا انها خرجت من عندهم على رجليها بتلاقيش والله البت دي فقر يا مفضلنا ننصحها نقولها يا بنتي يا بنت اجري على ورسك اجري على ورسك لا ايوه يا ام اجي فين يا دناي اسمعي بس لما اقولك الاول هتزغلون المحامي والواد ابليس وحصلوني على الاسم بسرعة اسم؟ ليه كفى من الشر؟ حصل ايه؟ يا امه لما تيجي هبقى فاهمك انا في المقرباز دلوقت يلا سلام ما تنعد يا اخوها شوات ده مالك لازل لي كده ولا تيجي الاسم؟ يا لاوي البت بتقول انها في الاسم وطلبان احنا التلات انا وانت وزغلون لا تلاتة مين انا جاية معاك رجلي على رجلك يا بنت خليك ايه انا هنسيب البت لوحده استني بس يا امه البيوت انت وهي ايه اسم ايه بتاعي كلمة بنتك وعقاليها بنتك ماشى في سكة المشاكل البدري انا هكلمها ايه ما بتردش ولك يا خلتي انا اتفقت معاك واقفة بس من بعيد شغل الاسم والحوار ده انا ماليش فيه انتو كده هتطاعوا عايشي اخصى عليك اخصى عليك يا ابليس هتسيب اختك نعمة لوحده ولك يا اتدار نعمة ركبة دمخة وانا مش اركب معاك ماشى يا ابليس ام انت معايا يا حشري ونعدي على زغلوم يلا ده على اساس ان انا نبط التوم مفيش ابليس يلا حشري مش كده يا اخويا اوما هو يبقى لك لازمة اما اوما غير هدومي ليه عملت كده ليه مصمن تقرعني فيك حتى بعد ما موت ليه عملت كده يا شريم ليه عملت كده يا شريم ليه ليه يا باشا انا عايز اعمل محضر ازبات حالة عشان اما روح المحكمة اعرف ازبات حالة والمشكلة يا سيدك احكي زغلول اللي هو السنجاري المحامي حاضر مع المدعية نا لسه نتكلم مع بعضنا ونحكي ونجيب حاجة يا ساعة اتكلم على طول بص يا باشا انا كنت متجوزة واتطلقت وستاذ غلول المحامي قال لي يا نعمة انت لك ورث ورث ازاو انت متطلقت بقى وزعادتك مش فاهم يا زعاد الباشا سبني يا انا فاهمك الهانم اصلي زوجها توفى وهي ما زالت في شهور العدة اه تمام تمام بص يا باشا عشان ما انطولش على حضرتك انا كنت متجوزة فعلا واتطلقت وروحت لقى لطليق دول اللي هم الورثة الشرعيين عرفتهم بنفسي وديت لهم الورقة اللي اسبت ده وقالوا يا حاضر يا نعمة احنا هنحط اسم كلم يطلع اعلام الوراثة متلع يا باشا اعلام الوراثة واسمي مش فيه اه يا باشا عايزين ياكلوا حقها منهم لله دولنا الزلمة ياكلوا ما للنبي تاخدوا البيت اللحمة ورموها لي عقم زي ما انت شايف كده طب دي نعمة كان وشها قد كده ما شاء الله ولما رحت لهم يا باشا عشان تطلب حقها وشرق ربنا عاملوها اخر معاملة وحشة وبهدلوها اخر بهدالة وكرشوها يا سعدت البيت من غير ما تعمل لهم حاجة يلدي انت بقى سعدتك كده انا عايزة بقى من الحكومة العدل وانا عايزة اعمل محضر يعمل اسبت حالي ماشا يا ستة افتعلك محضر بس عندك شوت عالكلامي ايوة يا باشا امي ايه وجوز امي والمحامة بتاعها كانوا معين ماشا احنا شوت احنا رحنا هناك وتهزقنا جامد قوي منهم يا باشا وانا لهم بلاش بلاش هنروح نعمل محضر في الاسم لا احكارة مصغير ولا كبير انا تروحوا محضر اسم روحوا شوف الاسم فتح واللي قافل تكلموا كلام كبير جدا على الدخل يا باشا ومش عايزة تكامل خلاص خلاص ما تكملش سيخان تقول يا باشا لو انتي مركش المحكامة لا تزبيته حقك يا باشا انا على قد حالي وعلنيتي وامتي غلبانة قوي وطيبة ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض تيب تمشي تكعمل يا باشا في الارض والله يا باشا احنا ما نعرف اي حاجة دا احنا ناس غلبة والبيت جي غلبانة اخر قول يا باشا اعتبرها زي اختك الصغير البيت جي زي ما لاش حد دا ابوها سبهالي وهي لحمة قد كده وانا اللي ربتها يا اخوي واحنا ناس غلبة ومناش حد غير ربنا والحكومة بعد ربنا انا يا سعدت البيه عايزينك تعملينا محضر كده من محضر كل حلوة دي احنا عايزين حقنا يا سعدت الباشا انا عايزهم لا اخدوا اعداء ماشي يا سيد افتعلك محضر بس مش محضر تطقي حد فيكم اغل المبام والاستاذ سيد الرئيس اتفضل يا استاذ زهلون انا عايزك تسول وتقول كده فارجاء العدالة اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعيد الشاي 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 اوصف لك يا حبيبي الشاي قبل ما حبك كنت الشاي يا حبيبي سيبقولك ايه بليس انا عملت حركة مع البيت توتا كده اه والله اذا البيت فرحة اوى سابق ام انا يعني انا اشتاء من الفيسبوك والتواصل الاجتماعي تعرف اللي هو الجو بتاع؟ لأن الحلال أجمل سأحترس ومحني ده؟ بس البيت توتا طلعت جدع؟ والله العظيم أنا كنت أحطت إيدة على قلبي يا جدع قلت البيت هتعنت بقى وتكبر مخاه لكن طلعت أجدع مني وإنت كمان يا إبليس طلعت أجدع مني بأمانة يعني قلت لي خلصانة وخلصتها مع أن والله العظيم قلت إبليس هيلبسني إبليس إنت يا عمنا يا عم بقى حرام عليك يا إبليس أنا عمال أهري وإنت شكلك في الشلحات تشب الشاي بتاعك وذاكر بدل ما سيبك وخش جوه إيه ده؟ ده الموضوع بجد بقى في إبليس فاتفضلي مانفعش يا كورما الجوه مانفعش يتحكي الجوه أكبر من دماغك بكتير مانفعش يروح بالكلام يا عم قولي حتى لو مش هفهم مش مهم المهم تكون فكت وخركت اللي جواك إنت اللي معلمني كده يا إبليس أفاطفض مكتمش صح يا دفن حارف يا كونر حارف لما تحس إنك تحس إنك يا بوتريكا ودخل المعبوط ريكا بقى ترقص يمين في الشمال والناس كلها عمالة تعيص وتحطها في النص وتجبها جن آه ساعتها الناس بتقول عليك واد لعيب صحيح فجأة تلاقي المعب كبر حواليك وانت بقيتش لوحدك وكله بقى رقص وكله عايز يجيب جوان وكله عامل فيها بوتريكا وليها بقى عمالة تكبر من حواليك وانت مش عارف آخرها أنا بقى عارف آخرها دي بتبقى آخر عشر دقفل ماتش وده ماتش نهائي وانت متعادل ومش عارف بقى عارف آرجع وأقول مش لاعب ولا ينفع خسر حرف لو خسرت يا كورنر هيتكتر عليها ويحدفوني بالضقود طوب انت لسه فاكر الطوب إبليس فاكر يا كورنر فاكر انت لقى دي بقى يا أولاد إبليس يجب يطلع بررك كامل انت لقى دي بقى دي بقى دي بقىify هيا يا أخويا! يا بعيني! هيا يا أخويا! هيا يا أخويا! هيا يا أخويا! هيا يا أخويا! مش كل حاجة بتتنسى يا كوربا في حاجة كده زي الكورباك تفضل معلمة في جتتك لحد ما تموت أقول لك يا أخويا! سيبك مننا! سيبك مننا ومن حواراتي! خليك في مذاكرتك! فين شهادتك يا! أنا مستني شهادتك زي ما يكون مستني مرات اللي هتولد! ما تجدينها بلاد حيطة العيل ده يا! حاضر يا أخويا! ده إحنا عيننا ليك! طب أقول لك على حاجة! أنا لو جبت جيد هسمي إمليس على اسمي! ولو جبت مقبول هسمي توتا على اسم حبيبتي! توتا مين هو حبيبتي؟ ده هتهزر أنا بخيش كشملك يا أخويا! أنا صرف ومكلف! ومستعيد أستروفاكتور من كده عشرة المرات كمان! فيه إيه؟ عايزك تجيب امتياز! جيد مرتفع! يا ده عايزين كعبنا هيعلى بقى يهو! يالله هتشد حيلك بقى! حاضر يا أخويا! هعلي كعبك أهو! ههو! هتكلم تعلي كعبه؟ ههو! هيا سمي باشر! سأل فولي معليه! إيه بليس! أنا عادر تيجي دلوقت! دلوقت يا باشر! آه يا باشر! دلوقت! تبتعمل حاجة؟ لا يا باشر! مش بعمل حاجة خالص يا باشر! بس يعني معليك أول مرة تتصل دلوقت! في حاجة؟ لما تيجي يا بليس هفهمك! هجي فين يا باشر! البيت يا إبليس! طب هو يعني في حاجة حصلت يا باشر! طمين يا باشر! جرائي يا إبليس فيه! لما أقول لك تيجي تحضر! حاضر يا باشر! مسافة السكة يكون قدامك على طول! سلام يا باشر! سلام! بركاتك يا نعمة! بركاتك يا سرينجة! 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 حبيبي يا أخويا! وحيات ربنا جيجي مش أصددنا هتدايقك! هي بس شايفة انك مش شايف شغلك! ما بتروحش الشركة خالص يعني! يعني انت بتروح يوم وبتغيبة عشرة! حتى سيستم الكاميرات والمرقبل اللي هي كنت تحطاوه ومسكة بيه الشركة! سامي خلاص شاله وانت عاد بتتفرج يعني! بتقول انت هزاني قدام كل الناس وتقول لي يلا طعنام؟ ده على السنان عائل صغير يعني؟ لا 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 هي 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 مش قصدها! مش قصدها خالص! هي 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 بس عايزك تبقى أحسن! عايزك تهتم بشغلك! وانت عارف جيجي! هي مجنونة! وساعات بتبقى متسرعة! بس هي بتحبك وخايف عليك! انا بقى ولا فاضل جيجي! ولا الادماغها ولا الارفها! علشان انا بجهز لبطولة للفترة اللي جاي! بجد! يعني انت ممكن تبقى بطل وبقى الوخت البطل! شفتي بقى! تفكر بقى في البطولة ولا فتناخ جيجي! طب والنبي ايو هتخسر اللي حسن أنا! بتنطط على صحابي كلهم بيك! اعيب عليك! تتعرف ان اخوكي ممكن يبقى سهل كده ويقصر! لا! بس انا بفكر الفاخرة اللي جاي بقى عشان افوق كده واركز! اسيب الفيلا! واخد شقبر! عشان اقرفت بصراحة! لا 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 لا! ايو هتعمل كده! عشان خطري! ده جيجي والله العظيم مش هتعديها! ده اقل حاجة هتخليك تمشي من الشركة! وساعتها هتصرف منين! مش هينفع! وانت شايف المفاجآت اللي كل يوم بتطلع لنا! انا 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 بجد صامر صعبان علي قوي! شو معنى؟ حرام يعني جوزها مات وبعد ما مات عرفت ان هو كان متجوز عليها ويعني يعني يعني بيخونها! يعني كان بيخونها وهي حتى يعني هو مش قدامها حتى دلوقتي عشان عشان تعرف تتخانق معايا حرام! بس ايه؟ امر شفتها ويدخل باللسود موزة عالمية! بشوف انا باتكلم فيه وانت مركز في ايه واصلا! بس انا صحيح نزيت ان انت زودك لوكال يا لوكال! جريجريجريجري! بتش عرفك انت في الحلاوة والطعامة! الله ارحمك يا شريف! كان سوسة ابن الله زينة! الله ارحمه بقى! قاعدين يا جدعان! كل ما اتكلامك قولوا ليسوا ساعة وجاية! والله يا العظيم انا لو اعرف ما كنت سبتها! ما زمانها جاية ابليس ما دمت لك انا جاية! توتة انا عندي شغل يا توتة! والنعمة يا نعمة كان نفسجة بس قدمت ايه لا قوي! ايه ده يا نعمة! ايه ايه اللي حصل! ايه حوار الاسم ده! ملكش فيه وانت كنت جيت يعني عشان تسأل! يا ست جيت ولا ما جيتش ايه الدخلة دي! انا جاني تليفون زي الزفت شكله كده ورا مصيبه فاهميني ايه اللي حصل! عشان مروحش مش فاهم حاجة! هيحصل ايه يعني يا ابليس! رحنا يا اخويا ثبتنا حاجة! يا ريتك جيت معانا يا ابليس! زغلول اخويا ده! فضل يترافع قدام الضابط! ورص في مواد! الضابط اعجاب بيه! فضل جاب قلم وارقة وفضل اكتب وراء! بس ما يا اخوان! ما هاتش يحكي له حاجة! انت حبيبي مش خايف عن نفسك خلاص! كمل في سكتك وما لكش دعوة بنعمة! يا نعمة سبيك مانو مطمينين انا طيب الاول! عملت ايه بعد ما طردوك العلم النقصة دي! اقول نبي يا نعمة انا نفسه عارف انا كمان! هحكي لكم انتو الاتنين بعدين! يا دي حوار الاسم! يعني انا مراحتش الاسم ابقى كخة! من اللي رسملك الخطة! من اللي قالك روحي وامت تتكلمي! من قالك اختفيهم وما بيوزعه الورث! انت كنت نايمة على هدانك! وكل واحد فيهم هياخد فلوسه ويصرفها! وانت اقول لي كلا يا زبادي! اه وما ترمي في الشارع! تقعد انت بقى في مكتبك ترسامني خطة يا اخوي! ما بنراحة عليه يا بيت! لا يكلف الله نفسا الا وزعه! او انا اللي حقولك! ولوش لازم العتاب بقى والنبي يا نعمة! ما انت عافى ابليس بقى يا نقل! اهو! اسمعك انا امك العقل واخوى اللي واخوى الرومانسي! انا مش عايز اخش معهم في مشاكل دلوقتي! طول ما انا وانت قدامهم ما انا اعرفش بعض! يبقى احنا في الامان السليم! لا مصلحتي ولا مصلحتك انهم يعرفوا اللي بيننا! في امتي ولا ولتاني! الله عليك هاد يا بليس! زعيم عصابة! وضل طريقه الى السواقه! خلاص يا حبيبي! كلها يومين وهيعرفوا كل حاجة! وهيبع على عينك يا تاجر! ساعتها بقى وريني هتعمل ايه بتاع السليم! ماشي يا نعمة! كل في وقته! على اقل تكوني خدت فلوسك! فهمي الخطة! انا هتديك لالله! عشان اشوف موضوع التليفون ده ورا ايه! السلام! يلا! بالسلامة يا ابليس! مع السلامة يا حبيبي! شفتي زغلولو هو عملي قولي! للزبط! ياخد نيل عليكو على زغلول بلا زغلول بلا أم بقى! حاضر! طب تلما رجعتوا بالسلامة ما نتعش يا بقى! اتعلق ولا! كده يا صادم! الله يخرب بيتك يا زي! الله يخرب بيوتكم كلكم! اهلا! سفول يا باشي! اهلا! 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 باشا ليه ده؟ فاكر ببت اللي انا بعتك ليه؟ فاكرها يا باشا عايز الشقة تتخدخ لاربع الحنان كانها بنتخلتك بالزبط خلاص؟ الشقة الدول الثالث سبعة وثلاثين هتلاقي عنيين جبل اذا نصير على طول خلاص؟ بعد ما تخلص سيبي البيض مفتوح باشا هراس بتين انت؟ يلا باشا هراس بو احنا مش كان اتفاقنا يا بريس ان اتبت دي يتعلم عليها وجيت خدت بقيت فلوسك وحسابك وقلت لي خلاص يا باشا في عاها مستديمة ومش هتعرف توقف على رجلية تاني حاصل يا باشا طب ايه رايت بقى ان انا شفت البنت دي واقفة على رجلية وصحتها احسن مني ومنك صحت ايه؟ ما بحبش اكرر كلامي شاطر الدكاتر يا باشا ايه؟ شاطر الدكاتر يا باشا انا اللي الطلب باني عملته بالضبط يا باشا انا بتاعك وبقولك هتعال امن العيار التالي ولو انا بحور ولا كداب ارجع اللي خدته يا باشا انا بتاعك مستوه انا اعرف حظك تمام المهم يا بليس العنوان اللي في ايدك ده عنوان عايزك تاخد معربية وتروح لحد بيتها واجبهاك جبها فين يا باشا هنا يا بليس غلط يا باشا اكبر غلط يا باشا اكبر غلط يا باشا مانفعش تجي هنا يا باشا مانفعش اتوسخ يديك يا باشا خليك نظيف زي ما انت كده يا باشا اي حاجة انت عايز تعملها اعملها انا كأنك عملتها انت بالضبط لا 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 ملكش دعوان طبعا ولو احتاجت حاجة هقولك هكررلك ساد ده عنوان هي إبليس هتروح بكرة الصبح بالعربية واجبها لي لحد هنا افو هيا يا باشا بس يعني ما اعملها مانفعش اعملها جرائيه يا ابليس متاخده تهدي معاي في الكلام اكتر من اخوي يا صد الله ارحمه انت هنا تاخد قرده تنفسه متفكرش معاي مفهوم مفهوم يا باشا لا اسمحها مفهوم مفهوم يا باشا منصالف ماشا مفهوم مزيط أيام موی olur يامن هيا كيسول يا إبليس عاوز تسلم بانتخادتك تسلم مين يا ا теدار متخلكك ما حضر خيرو م Za انا سمعت الموضوع وجيت حكي تقولكو بالضبط زي اي اي بقى أول وبعد نعمب راحتها عايزت تروح مماتروح ش دي حاجة تخصها انتو لا تعرفوني ولا انا عرفكم انا تسواها 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 عند الباشا قال لي هات نعمة نعمة مش عايزة تروح برضو يخصها ها قلت ايه انا هروح يا امام اشوفه عايزة ايتي تجن انت يا بيت عايزة تروح للرجل اتجنك بلتاجية قبل كده عشان يخلصه عليكي برجلك وفي شاقته ممكن يخزك يا فالحة باي حاج يلجأ جاية تسرقني ولا تتهجم علي ساعتها بقى ملكيش عنده دي انا عافو دم الشقة لو حسيت بقى ايه غادرة احتر بقى الشقة اللي فيها لا يا والا وانت سند الصراحة الوحدة تسند عليك كده وهي في بطنها وبطيخها صيفي ايه يعني اعمل بقى ده ملوش رزوم الكلام ده يعني طب اقولك انت نرايحة ولا داية وانا اخلصلك الموضوع ده ايه يا ابليس ايه يا سامي باشا ايه يا باشا انا قعد مع البيت ومع امها اقعد معهم يا باشا لا انا خرط عشان اتكلمك براحتي يا باشا البيت مش عايزة تروح الان يا باشا الان حاجة تحصل لها يا ابني طمنها انا عايزة اقعد معاها بس يا باشا البيت مزمزقة يا باشا ايه يعني ايه لما ارز يا باشا انا عايزة قابلك في مكان عام مكان في ناس يا باشا عشان توبقى ايه براحتهم انا اللي قلت انت طعف تصرف طب خلاص يا ابليس انا هتعامل فدن بقى ماش يا باشا سلام شفتي بتاكد زرال خلصت ليك الموضوع عشان تعرف يا نعمة عشان تعرف انت غالية عندها بس كده بقى انا خسرت ان نعرف هو عايزني في ايه ياختي عايز اللي يقد روحه وربين انا لو شفتوا لك لو بسناني بعد ما ازكي ورقدك في المستشفى ابن المغزية خصلة بنيلة بنيلة الناس برا تقدموا وانت لسه بتعود في الكسى النيلهم اله يا شيخة يقف زورك كده واقلط منك ان شاء الله يقف زورك وزور اهلك ان شاء الله ملكش صالح عايزني واسخ لطبق وبعدين انت ملك اكل بالطريقة اللي تريحني افتل حشر اليه يا راكل اوه اطلع يا حشر يشوف العربية افتل ان شاء الله مكسب سبع جنيه في يوم اوه ما الله يقرب بيتك نعمة انوحة قربت انت بتضع عليك يا راكل ليك بصلصتك اسكوتي نوحة كوية زجلول المحام العبكار يعني بيقولك وما اتفقش معاك لسه بيقولك جيبه واحد يعني مفيش فرق بيننا وبين بعض سواء طالب اتعاب متين وخمسين الف جنيه ايه؟ كك متين وخمسين الف عفريت لما ينططوك انت وهو قوله بقى نعمة بتقولك هي اللي عايزة منك فلوس يا محامي عر عمرك ما دخلت محكمة مش كفى ان انا السبب انها هدخله محكمة محامي 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 والنبي ياما تنديلش في حشري كده عايزة اسأله على كام حي هي مين اللامة يا بيت؟ ده انت امك من ايام التطار وهال زتونك وعايزة ايه من حشري شوف يا اخويا النسوان بعت عينيها جامدة ازاي؟ ده عالا ده عالا يا حشري ده عالا شوف الستهان معوزاك في ايه؟ ما تقوم يا سيدنا الشيء قوم يا اخويا قولي لها عزل من هنا عزل فيش حد هنا بالاسم ده قولي لها كده كنت بس عايزة اسأله كده على طريقة الكيكة الاسفنجية ايه يا اختي؟ الكيكة الاسفنجية يا رحومك كيكة اسفنجية تطبع على مراوحك يلا بيت من هنا انا هدلو عليكي ميا مأري عليها هتسخطك مياه زخارسة انشاء يا لهوي ايه نييني يا سيل أستاذ والمصحف مقصود هسأمي بي؟ همي بي؟